الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المتلى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونديك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا بديع السماوات والأرض آذى الدلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم صل على محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نجِّه الفلسطينيين في القطاع وفي الضفة اللهم نجِّهم يا رب العالمين اللهم نجِّهم يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمهم برحمتك التي وسع كل شيء وأنزل عليهم سكينة منك يا أرحم الراحمين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعود بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم فرج قروبهم اللهم فرج قروبهم اللهم فرج قروبهم وثبِّت أقدامهم وثبِّت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعود بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم اكشف عنهم الكروب كلها يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنهم الكروب كلها يا أكرم الأكرمين اللهم اكشف عنهم كربهم وأزل همهم وثبِّت أقدامهم وقوِّ قلوبهم وقوِّ عزائمهم وانصرهم على من عاداهم اللهم عليك بإخوان القرادة والخنازير اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا وأنزل بهم صخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم صخطك الذي لا يرد عن القوم الكافرين اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم وخالب بين قلوبهم وأرِي العالمين فيهم آية يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونديك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا حي يا قيوم اللهم نجِّ المُصطبع فيه اللهم نجِّ المُصطبع فيه اللهم ادعَل لهم من أمرهم فرجا ومقرجا اللهم ادعَل لهم من شدَّتهم فرجا ومقرجا اللهم ادعَل لهم من كروبهم فرجا ومقرجا وحفظهم بحفظك الجميل يا حفيظ اللهم احفظهم بحفظك الجميل يا حفيظ اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعود بعظمتك أن يُغتالوا من تحتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين